بسم الله سئلة واجوبة عمر سليم لعدد السادس من بيم أرابيا لتحقيق أهداف المجلة سنبدأ في الإجابة على سئلة القراء بالنسبة لبرنامج ريفت استركشور هل لها نفس الأهمية والانتشار في دول الخليج داخل الشركات العاملة وفقا للمفهوم بيم بنفس انتشار استخدام ريفت ام اي بي و ريفت ارش نعم بالتأكيد فهم مكملون لبعضهم ومن هنا تأتي قوات منصة الريفت مثلا قدرات برنامج الاركي كاد متميزة من الناحية المعمارية لكن إنشائيا وقهر مكانيكيا ليس بنفس درجة القوة حتى الآن أما برنامج تيكلا قوي من الناحية الانشائية وضعيف من الناحية المعمارية خاصة في حالة تواصل مع برامج أخرى والتصدير والاستيراد كل برامج البيم تأتي من التكامل بين كل الأقسام هل توجد ضرورة للمهندس المدني المحترف في برنامج ريفت استركشور أن يتقن ريفت ارش وهل يمكن أساسا المهندس الانشائي فهم دراسة المعماري مثل أعدادات V-Ray دون أن يكون دراسها في كلها ليس بالضرورة إطلاقا أعرف شيئا عن كل شيء وأعرف كل شيء عن شيء واحد المهندس المائر لابد من أن يعرف شيئا عن كل شيء خارج تخصصه لا يطلب من المهندس أن يكون خارجا وتعلم كل شيء حسابات إنشائية وحسابات التكييف يجب التركيز في مجال اخصاصه ولا مانع من معرفة بعض ما يحاوله من الاخصاص الأخرى ومن خلال العمل والتواصل سيتعلم مهارات مشتركة بين المعماري والإنشائي نعم يمكن تعلم الفيرايد دون أن يدراسها في كلية يمكن التعلم أونلاين ما هي أفضل وسيلة وأسرع طريقة لوضع الأعمدة الكولوم في برنامج الريفت عندما تكون كل الأعمدة مزحة بقدر 12 أو 6 سمط عن المحاول ماذا لو أن شركة أوتا ديسك تضيف خيارا آخرا للإنسرشن بوينت للعمود أفضل طريقة لدراج الأعمدة في الريفت عن طريق شبكة جريد طالما أن كل الأعمدة لها نفس مسافة الأزاحة عن المحور يمكن ذلك من خلال سي جيز ثم يتم تحديد كل الأعمدة سويا وعطاقهم الأمر موف أما بالنسبة للخاصية تحديد نقطة إدراج العمود في الموجودة في الاركي كاد ويمكن أن تكون موجودة في أحدى من الحقات البرنامج أو ما يسمى البلوجين ما هو الأفضل في حال الربط ببرنامج الأوتو كاد؟ هل هو استيراد المخطط الإنشائي أم المعماري؟ قد يكون الأفضل هو استيراد المخطط المعماري في الريفت ثم يتم استكمال العمل الإنشائي والتصميمي مباشرة داخل الريفت وهل من الخطأ رسم المخططات الإنشائية في الأوتو كاد ثم استيرادها إلى الريفت والقيام بعد ذلك بالنمزجة فقط؟ حسب المشروع قد يبدأ المعمارية العمل في الريفت مباشرة ولا يستخدم الأوتو كاد وقد ينتقل من المخطط الإنشائي في الأوتو كاد إلى أتمام العمل في الريفت ما الفرق بين برنامجي ريفت ستركشور عند أوتو ديسك أدفانس كونكريت؟ وهل من الممكن الربط بينهم هو تصدير التسليح من الريفت أدفانس كونكريت؟ فرق كبير الريفت الإنشائي يركز على النمزجة بينهم الأدفانس كونكريت يركز على الشوب دروينج نعم يمكن التصدير هل يمكن شرح الدينامو وما هو وكيفية تستخدمه؟ حتى معوجود أحدث أنواع التكنولوجيا لنزال بحاجة للتخطيط لترشيد الوقت والجهد يقول إبراهام ليكونان اعتني ست ساعات لقطع شجرة وسأقضي أول أربع ساعات في شاحس الفأس وباختصار الدينامو يستخدم التسهيل لعمل دون برمجة مثلا تريد تنظيم ألف عنصر بأحجام تنسبية بحيث صدق صغيرة عند الأرقام وتكبر بنسبة معينة كلما بتعادت عن نقطة البداية دون برمجة الدينامو ستأخذ وقت أطول يمكن تغيير كل الماتيريا مثلا مرة واحدة أو تغيير كل أرقام الغرف أو أرقام الأبواب حاليا تم شرح الدينامو ستجد الرابط أسفل الفيديو وهناك نسخ خاصة بوتو ديسك اسمها دينامو استوديو